بفقرة صحيح معلومتك لهذا الأسبوع رح نحكي عن تمرين كتار منها مرسولة كالأسف مرسوب الطريقة الخاطئة وهو تمرين البوشاب أو ما يعرفه تمرين الضغط والكابتن ناصر الشيخ رح يحكي لنا الطريقة الأنسب لممارسة هذا التمرين رحياتنا لكم الجديد هلا رح نشرح عن تمرين البوشاب اللي هو الضغط رح فرج لكم بيها بشكل مبدئ عشان الكل يكون عارفوا بالشكل هذا التمرين هذا الأوبشن السهل والأوبشن الطبيعي اللي هو والرجلين مرفوعين هناك أخطاء شاعة في هذا التمرين ممكن أن تأذي كتفنا على المدى البعيد أو أن تعملنا لود على أسفل الظهر دعنا نرى الشكلين هذا الشكل الأول الخاطئ أن الكواعي ستكون لبرة طالع عن مستوى الكتف وهذا بعدي أو أن الحوض يكون بالشكل هذا كثير نازل الطريقة الأمثلة لهذا التمرين أول شيء هذا التمرين له مساحتين فيه إشي واسع فيه إشي ديق قلوز شوي للترايسبس على حسب الأهداف اللي بنا نشغل فيها العضلات الآن لو بدنا نشتغل على التمرير الرئيسي إيدينا أوسع من كتافنا أول مرحلة أنه بدنا نميل شوي بجسمنا للأمام بس نحس أنه وزنا على إيدينا نرفع الركب عن الأرض نرفع الحوض صفي جسم كامل مستقيم الآن ننزل بدرجة 90 لعند مستوى الكواع نعمل بوش مع تفريغ نفس نأخذ نفس بوش إذا حسنا صعب ممكن نزل الركب لكن نحافظ على أنه يظل الحوض مرفوع نفس الشيء ما يليل للأمام داون بوش نظرنا على الأرض وهيك بنكون حمينا حالنا وحمينا كتافنا ولعبنا واستفدنا نعطيكم ألف عافية